أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات ورقة العمل حول رؤيتها للحل السياسي في سوريا والتي من المقرر عرضها في لقاء مجموعة دول الاتصال بشأن سوريا في لندن الأربعاء المقبل تنص مسودة ورقة العمل التي سيقدمها وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الاتلاف الوطني السوري في مؤتمر لندن بعد أيام على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد والنظامه وتمتد ثمانية عشر شهر وعلى أن تمتد ثمانية عشر شهر كما تقترح المسودة أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها ويضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش نظام الأسد ممن لم تتلطق أيديهم بدماء السوريين وشددت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحضر أي عمل عسكري على الأرض السورية باستثناء محاربة الميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الأكراد دستوريا وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس آذار 2011 نحن نتابع هذا الموضوع ونناقشه من الرياض ينضم إليه رئيس الهيئة العليا للوفد المعارض المفاوض العميد أسعد الزعبي مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العميد رؤيتكم للحل السياسي إذن هي التي من المفترض أن تطرح بعد أيام في لندن ما الذي تعولون عليه وإذا أمكن بعد ما لخصنا حاولنا تلخيص ما تشمله هذه الرؤية تفاصيل إضافية ربما لم يتم الإعلان عنها هي ربما التي تعولون عليها أكثر بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد ما ذكرتموه حول الورقة أو رؤية المعارضة للحل السياسي هي تقريبا شملت غالبية النقاط لكن وبشكل عام كانت هذه النقاط موجودة في مبادئ الحل السياسي أو مبادئ الحل الأساسية التي تم عرضها في جينيل لكن بمباركة وبإجتهاد شخصي من مجموعة من الخبراء السوريين بكل مجالات وبتكليف من الهيئة العليا نعم قاموا بعملية ربما تفصيل لبعض النقاط وتوسع لبعض الأراء التي كانت مطروحة من خلال عرض هذه الورقة على مكونات الشعب السوري أولا والفصال الثورية ثانيا ومثما بدأت منقشتها ضمن الهيئة العليا حتى تم التخاذ فيها القرار المناسب لماذا في هذا الوقت بشكل خاص؟ كانت هناك مجموعة من الأراء تتساءل ما هي رؤية المعارضة السورية للحل أعتقد أن هذه الرؤية هي رؤية واضحة رؤية دقيقة واسعة مفصلة لكل شيء وتتناسب مع مطالب الشعب السوري ضمن المحددات مؤتمر الرياض أو الهيئة العامة التي عقدت في الرياض بالشهر 12 السنة الماضية وأيضا هي تتطابق تماما وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية سواء كان القرار 2018 امتدادا ووصولا للقرار 2268 نعم طيب سيادة العميد ما الذي تنتظرونه حقيقة بظل كل الوقائع والمؤشرات ومن خلال أيضا ما سبق وحدث فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا لأن كل الأطراف طبعا ستؤثر في هكذا قرار وما الخطة البديلة الواقع يعني أعلمنا الجميع وأخترنا الجميع بأن يعني ما يتم الحديث عنه في قضية الحل السياسي والتي تعتمد أساسا مرجعية جينيف واحد والقرار 2018 كانت بالأساس هي يعني ما توصل عليه المجتمعون في الرياض ولكن كانت العراقيل قد ظهرت من قبل النظام أولا وروسيا وإيران ثانيا هذه العراقيل التي إلى الآن لم تقف بل لم تتوقف حتى لم تخف عن سابقتها على العكس تماما مع مرور أيام هناك المزيد من العراقيل من جانب النظام ومن الدول الداعمة له وبالتالي ما تحدث به المجتمع الدولي سواء كان في مؤتمر فيينا أو في ميونيخ أو في باريس ونحن الآن على عتاب مؤتمر لندن نتمنى أن يكون هناك جدية أو ضغط من خبل المجتمع الدولي وخاصة الدول الداعمة للشاب السوري المسمى بالإي إس إس جي نتمنى أن يكون هناك حقيقة دعم حقيقي لتنفيذ مضمون قرارات مجلس الأمن التي لا تتعارض إطلاقا مع ما جاء في مضمون أو في محتوى ورقة الحل السياسي نتمنى ذلك لكن الحقيقة الجميع يعلم أن من يعرقل هذا الحل من يعرقل تنفيذ قرارات مجلس الأمن من يعرقل حتى الحل السياسي ومن يلح على الحل العسكري هو النظام بشار الأسد وكذلك النظام الروسي والإيراني وهذه الصورة واضحة تماما ما يجري من التكام مجازر في سوريا إلى آخر ولكن على ماذا نعول أو ماذا هو الحل البديل الواقع أنه نعول على صمود شعبنا ونعول على استمرارية هؤلاء المقاتلين الشباب الذين أعتقد أنهم يلقنوا كما لقنوا بشار الأسد وعصابته يلقنون هل سيحفي هذا الصمود بمقابل كل هذا الدعم نتحدث عن قوة نتحدث عن دعم كبير قوة بتعاون مع كل الحلفاء ونتحدث عن دعم كبير للنظام الأسد وهل تمت ما يبشر هذه المرة بالجدية التي تأملون بها والدعم من خلال مؤتمر لندن وأيضا لأسلمك بالكلام المتغيرات على الأرض التطورات التي حققتها المعارضة المصلحة على الأرض كيف يمكن أن تؤثر وتغير على الأقل بشكل طفيف في مجريات الحراك السياسي أختي الكريمة أولا الحديث عن قوات مع النظام تقاتل نعم هزم النظام عندما كانت لديه أكثر من أربعين فرقة ومئات الطائرات هزم واستنجد بحزب الله الذي أدخل ألاف المقاتلين من عناصره المرتزقة وأيضا تم هزم هؤلاء بعد ذلك أدخلت القوات العراقية والأفغانية ثم أدخلت جيوش إيران الجرارة واليوم نحن أمام أكثر من تسعين ألف مقاتل إيراني موجودين في سوريا أيضا هزموا جميع وانتهى طيران النظام اليوم نحن أمام إرهاب جديد من الطيران الروسي والقوات الروسية وبالمناسبة منذ أربعة أيام دخل إلى حلب ستمائة عنصر من قوات النخبة في القوات الخاصة الروسية يرافقهم عدد لا أقل من ألفين أيضا من قوات الحرس الجمهوري نحن أمام المزيد من القوى العالمية التي تدخل صحيح هذا ما قصدته يعني نتحدث عن غريم متشعب الفروع المساندة نعم ونحن ربما ننتظر الآن دخول الجيش الصين باتجاه النظام لكن أقول لك تماما ما هي نتيجة على الأرض هل النظام يتوسع أم تصور المساحات الجغرافية التي يسيطر عليها أعتقد ريف حلب الجنوب يتحدث وريف حمال الشمال يتحدث واليوم الغوطة الشرقية تتحدث إذن هذا رغم أن هناك لدينا جبهات واقفة صحيح بالتالي هل ستحرض هذه المتغيرات على الأرض أعذرني شيئا جديدا في الحراك السياسي ونتحدث أيضا عن تعقيدات يعني اليوم نتحدث أيضا عن تعثر وقف إطلاق النار بين اللي مفروض الاتفاق كان بين واشنطن وموسكو نعم يعني السؤال مهم والجواب عليه واضح تماما عندما نتحدث على أن هذه المتغيرات قد تؤثر في التفاوض السياسي إن كانت التغيرات لصالح النظام فبالتأكيد مع الأسف الشديد المجتمع الدولي فورا ينقاد إليها يعني كما حصل في من بداية التفاوض عندما النظام صعد في جنوب حلب وأومى الجميع أن النظام بدأ يتقدم لكن عندما تقدم الثوار وحرروا جنوب حلب بل فتحوا الحصار فكوا حصار حلب الذي لم يستطع المجتمع الدولي فك حصاري حتى في دارية عندما عجل المجتمع الدولي عن فك الحصار الثوار فكوا الحصار خلال ساعات إذن هذا الكلام لا يتحدث عن المجتمع الدولي ولا يراه وهذه مشكلة الطامة الكبرى مع هذا المجتمع ومع الدول الرائعة إذن الحديث على أن هذه المتغيرات قد تؤثر في التواوض أو لا تؤثر أعتقد أن الجواب عند الدولتين العظميين روسيا وأمريكا روسيا لا تريد أن تعترف بهذه المتغيرات وأمريكا مع الأسف التي أعطت روسيا كل الحق في الملف السوري أعتقد أنها لا تختلف عنها شيئا بهذا التفكير أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معي من رياض رئيس الهيئة العليا الوفد المعارض المفاوض سيادة العميد أسعد الزعب شكرا